موسيقى عسلمة ومرحبا بكل مشاهدينا على قناة الحرة وأهلا وسهلا بك بوثينا يا هلا بأسمى ومشاهدينا نرحب بكم حلقة إن شاء الله تكون ممتازة بمواضيعها الشيقة وضيوفها المميزين هو أكسسوار تعتبر المرأة الشرط الأساسي اللي يكمل أنقتها أكيد عرفتوه الكعب العالي الكعب العالي هو موضوع فقرة موضت هنا اليوم لكن قبل ما نبدأ ونحكيه عليه خلينا نلقي نظرة سريعة على مضمون حلقتنا الكعب هو للإمرأة الطويل طويل تلقاني لأنه أصلاً بدا تفوت حتشوفيها طويل فالمرأة اللي ما عندها هالطول اللي هي بدايه إذا لبست كتير كعب بيصير في عنا ديس بروبورشن يجب أن نبتعد عن فكرة السوبرهيومن اللي هو لازم يقوم بكل شيء في وقت واحد بنفس الإتقان مصر بتفقد 11 مليار وشوية سنوية نتيجة لتصرب ومحو الأمية اللي بتعاني منها الإنس إدارة ما هي سهلة وبالذات بالنسبة إلى سيدة وبالذات لما تتكلم وتقول أنه أنت أول مدير تنفيذي لمستشفى في المنطقة إذن حلقة شيقة مشاهدينك العادة بمواضيعها السياسية والطبية والاجتماعية لكن بداية فقرة موضت هنا والكعب العالي في مجال الأناقة بثينة والجاذبية والثقة بالنفس للنساء وسائل كثيرة ومختلفة عنا الشعر الماكياج العطر الإبتسامة الزي وطبعا الكعب العالي الذي أصبح رمزا للأنوثة والإثارة كثير من النساء أسمى مستعدات لارتداء الكعب حتى لو لم تتطلب المناسبة ذلك بالرغم من مساوئها الصحية طبعا هو بحسب دراسات عدة يرفع من ثقة المرأة بنفسها كونها تجذب الاهتمام والأنظار تقرير ونتابع موسيقى معودي البس كعب العالي بشد اللي جسمي تبين طويلة وتبين أجمع بس بيعملها واجعة ظهر كمان ما بيريح خاصة بالمول مثلا هيك مول ما فيك يترتاحي بيتعب الكعب العالي لأنو السادة بصورة مالية صيرة والكعب العالي بيبينها زيادة بتعطيكي إلان بتعطيكي ديستانكسيون بس اللا أنا حريين هنه إذا بيلبق لهم لي لأ ما بعرف بشوس لأنهم بيكونوا يعني طول متطرين أنه يلبسوا الكعب العالي بس أنا ما بحبوه أنا ما بحبوه ما برتاح فيه إنو حسب شو عندي شغل بيلبوس كعب العالي أو واتي مور سكسي بس أكيد بحب الكعب العالي بلاقيها كتير سكسي المنت إذا بتلبس كعب العالي موقف ممشي فيه كعب بجمل الدريار طبعا الوحدة من هك في كتير بلبسوها أكيد يعني هي الست ما بتبين إلا بكعب العالي أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام بالدكتورة كارول سعدة اختصاصية في علم النفس العيادي والمعالجة النفسية وأيضا بضيفتنا الأنيقة اختصاصية في تغيير المظهر السيدة لما ألواند أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم سيدة لما نعرف أن المرأة العربية ترتدي الكعب العالي ويتراوح ارتدائها في مناسبات عدة مبين ذهابها إلى حفلات مطاعم أعراس وأيضا ذهابها حتى للشغل بالكعب العالي متى يكون هذا الارتداء مقبول ومتى يكون مبالغ فيه المرأة العربية فعلا تحب الكعب بس ما تفكري أن المرأة الأوروبية ما بتحب الكعب كمان عندنا نحن في عنا مشكلة أن المرأة العربية دائما بتفضل تكون أطول ونحن عندنا شعوب العربية ما عندها هالطول بتلاقي لا بأمريكا ولا بأوروبا عندنا هالمبدأ هدي الموجود هنا راسخ بالخلفية الظهن فبيصير أنه الكعب العالي اللي له مناسبات صح في مناسبات بدك تلبس فيها كعب نحن عندنا بتتعدى تصير بتلبسه أي تايم حيال الوقت ما بيعود في عندها مطرح معين تقول ستو يعني هي قصة طول ولا قصة إثارة لكن الطول والإثارة إلى الإثارة كمانا ما تنسي أنه عندها فكرة أنه الرجل دائما المرأة معلقة عنها بالرجل لا يوجد عندها لأن تتيلا واحدة أنه الرجل بيحب المرأة بالكعب لأنه كل شي بتشوف الدعايات والبروموشن بيحطوها بيظهروا المرأة كشغلة كسلعة للبيع ودائما المرأة إذا نبلش بس بداعية السيارات تفتح البيب بتشوفها نزلت إجراء كلها بداعية أنه حتى في أميركا صح كلاميك في أميركا من نلاقي مثلا المدن العصرية مثل نيويورك كلهم بالكعب الأرياف طبعا أو المدن الأخرى يكون فالكعب بس برا جميل لما كمان عندك كمانا مهن ما بتسمح لك تكون غير لبس الكعب لأنه مشيتك بتتغير غير أنه تنحكي أنه مش بس إثارة فيه واحد فوق أناقة وفيه يكون عندك إليجنسي بالإثارة ما لازم تقع بالمبتزل وهون هلما بيعرفوا الفرق نعم كارول بتحسي عفوا دائما نسمع أنه ثقة المرأة بنفسها تتعزز أكثر بارتداء الكعب تفسرين هالموضوع أكثر ما في شك أنه الجاذبية طبعا الأمرأة كلما هي أدرا أنه تجذب أكثر كم من العالم ومن الرجال هي هذا الشيء بيعزز ثقة بنفسها ولكن نحن لازم دائما نفكر أنه الشخص اللي بيرطبت بأغراض خارجية كرميل يقدر يعزز ثقته بنفسه يعني المشكلة الداخلية وهذه الأمور ما رح تقدر تعالج المشكلة الأساسية ورح تظهر اللي تثقتها بنفسها حتى لو كانت لابسة كعب كثير مهم هي تعالج بالأساس اللي تثقتها بنفسها مش بارتداء الكعب لأنه أوقات ممكن أنه تبالغ بالموضوع ممكن أنه تتعب نفسها صحيا لكن أكيد كارول أنه قلت ثقة المرأة بنفسها يقف وراءها الرجل مثل ما قالت لما الرجل هو السبب في أنه المرأة تظن حتى وإذا كان نسبيا صحيح أنه الكعب العالي يزيدها إثارة ودليل على هذا الذي سمعناه في الروبرتاج عنا رجل قال تبين أجمل وإحد قال مور سكسي وإحد قال يعني بلاقيها كثير سكسي حلا أنا إذا بدي فوت شوي باللواعي عند الإنسان تعني فهم ليه عم يحكوا هالأمور بشكل واعي منشوف أنه الرجل بالفانتازي أو بالفانتازم طبعه باللواعي عنده نوع من تعلق بأغراض معينة مصيرة ممكن أنه تتحرك إذا بديك عنده رغبات أو عواطف مدون أي سبب واضح واحد منهم هو الكعب اللي منشوف أنه إذا زاد عن حده تعلق بهذا الشيء ممكن يصير مرضي وهنا بنحكي عن الفاتيشيسم يعني لما نصير اللذة طبعا الرجل مرتبطة بالغرض وليس بالشخص هنا بتصير المشكلة نعم لما في معايير معينة يعني مثلا تكون على حسب طول المرأة إذا طولها أو مثلا شي دايما بعجب الناس وتبقلون الكعب هو للامرأة الطويلة طويلة القامة لأن أصلا بدها تفوت هتشوفيها طويلة كده لو كده يعني كده لو كده فالمرأة اللي ما عندها هتطول اللي هي بدي إذا لبست كتير كعب بيصير في عنا ما بقعد في عنا يعني بتبين أقصر أنا بنظري بتبين غلط لأنه مش رح تخفي طول إيديها بقى تصوري إذا إجريها كتير طول لبستا نقول بانس أنه بناطلين أو فيستان طوي حيبين فيه لأنه كل شيء فيها بيكون إله علاقة بطولة يعني إن كان كدفة إن كان طول إيدها ففيه كعبة معين عندك مثلا السيدي لمنى ما بتوصل للمتر وستين ما منوع تلبس أكتر من ثمانية أو عشرة سنتي هاي دي لحتى نظلنا عم نحكي بالمعيار الطبيعي لتقصيم الجسم أما المرأة طويلة إذا هي طويلة أصلا إذا لبست اتناش أو خمسة عشر سنتي ما تحس بالفرق مثل ما بيقولوا ليش وقتها كل مرة ما أنا كتير طويلة إذا بتاخد وزن زيد أوامي بيين فيها أما المرأة الطويلة بتوصل للسبعة كيلو مع أني حضرتك طويلة ورينيك اليوم لبسة يعني من غير سعب لأنه حسب كمان قطعت ما هاي دي ما بقعده يفرق فيه فساطين مثلا فيه شراوي فيه بناتين ممنوع تبسي مع أكعب ويطلق مش محلو ونقع بالمبتزل عن جديد فهون بس هيك نصيحة صغيرة ما لازم تحس حالها غلط لأنه مشكل شي بالطول فيه تقسيم جسمها حلوي فحتى المرة إذا كانت ما كثير طويلة بس لعرفي شو تلبس شو اللوك بيوروفول نعم طبعا لماذا حسب ما تخبرنا الأرقام انتشار الكعب العالي عند النساء العربيات أكثر من الغربيات كمان عمنا نرجع شوي للأسباب الداخلية لهذا الموضوع نحن الامرأة العربية بشكل لوعي هي خاضعة وتعودت أن تكون خاضعة للنظام الرجولي ونظام الأبوي فهذا الشيء ديجا من وقت ما خلقوه للكعب السبب طبعه كان أنه تقدر تبين عن السيطرة هون بتفوت لعبة السيطرة بالداء وهي عم تقدر تبرهن وجودة وتثبت شخصيتها من خلال ارتداء على الكعب اللي بيعطيها قامة اللي بيعطيها طول مع أنه في نفس الوقت ايضا ارتداءها للكعب يبين خضوعها للرجل الذي يحب ارتداءها للكعب بس هون كمانا هي عم تخليه بصورة يعني عم تسيطر عليه لأنه هي عم تغريه هي عم تقدر تخليه أنه عم تكون الرقم القوي والرجل الغربي لا يحتاج للكعب العالي حتى تغريه المرأة الغربية هون شوي كمانا من نشوف بالثقافة من نشوف بالأفكار يعني عندهم أكتر في مساوية بين الامرأة والرجل بالمجتمع بعدنا بالدول العربية مع أنه عم ندعي للمساوية بعدنا منتعثر بالمكتسبات اللو وعية القضية اللي قلتيها قبل شوي الخضوع هذا يبين لنا أو تعزيز الثقة بالنفس هذا يبين أن المرأة الغربية أكثر ثقة بنفسها مثلا من العربية هذا بعد ما في دراسية هذا الموضوع يعني نحن فينا نعطي أراءنا بس أكيد ما فينا نحكم لأنه هذا شيء يرجع للشخص وما فينا نعمم طبعا ما فينا نعمم بس المجتمع بتشوف الكولتور يعني بتفرض على الشخص أنه يكون عم بيعزز ساعته بنفسه وسيطرته بأمور خارجية لما عندك السباق هذا اللي بنشوفه الشهير لنساء النسوة اللي بيركضوا بالكعوب ليه إيش يبغي يثبته هنا هلأ بيعملوا هالسباق مثل مثل أي سباق ثانية يمكن تحسيها ما لها معنى بس هذا يمكن معنى أن المرأة أصلا الكعب صعب تمشي فيه ومشكل العالم يقدروا بيعملوا هالشي بس هنا تثبت المرة أنه أنا بالكعب والعزب والوجه بقدر أركض وأعمل سباق أنا ما بتصور الرجال اللي بس كعب وعمل هو ماشي ماشي هقدر قدرات هنا يعني بها المعنى تحدي نوع من تحدي إذا بدك شخصي أشكرك جزيل شكر لما لو وجودك معنا اليوم وأيضا كارول السعادة على الحياة الزوجية والعائلية بالفعل بثينا في الضغط النفسي يصنف عالميا بخانة أخطر المشاكل التي تهدد صحة الأفراد وتهدد مجتمعاتهم وقفة قصيرة ونعود عدنا لكم مشاهدينا هذه الفقرة هي فقرة صحة هنا يؤثر الضغط النفسي الذي يتعرض له الإنسان جراء ضغط العمل والمجتمع والتقدم التكنولوجي المتسارع على الحياة الأسرية وهي المؤسسة التي تعد من أهم المؤسسات الاجتماعية التي يتكون منها البناء الاجتماعي إلى جانب هذا تشير الدراسات وأبحاث منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي إلى أن مشكلة الضغط النفسي تعد من أخطر المشاكل الإنسانية في وقتنا الحاضر وتؤكد وجود علاقة بين العمل غير الاعتيادي وارتفاع نسب الطلاق والانفصال والفقر وسوء تنشئة الأبناء وسبب انحرافهم أيضا تقرير مشاهدين ونتابع يؤدي التقدم التكنولوجي وظروف العمل الحديث وما يقضي الإنسان من ساعات العمل الطويلة إلى زيادة الأعباء النفسية والعائلية فاستجابة الفرد للأحداث والمتغيرات البيئية في حياته اليومية قد تترك آثاراً فيزيولوجية لديه ومن أهم مؤشرات الضغوط النفسية التوتر العائلي اضطرابات النوم والتفسير الخاطئ لتصرفات الآخرين وقد كشفت الأبحاث الدولية عن وجود علاقة بين العمل غير الاعتيادي وارتفاع نسبة الطلاق والانفصال والفقر وانحراف الأبناء نرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتور نجو عارف أهلاً ومرحباً بك أنت أخصائية استشارات أسرية يعني معانا اليوم على الموضوع وأيضاً دكتور أمل بلهول مستشارة نفسية سمحي لأبدأ معاك أول شيء الاضطراب النفسي هو مرض أم ماذا؟ في آخر الأمر يصبح مرض في بدايته هو شيء عادي كن من من ليس لديه ضغط نفسي من الصبح للمساء كنا نعيش هذا الضغط النفسي لكن الحالات لما أطلب منها خفف الضغط النفسي ما معنى أنا؟ ما معنى أنا أحين هالوقت تطلبين أني أنا أخفف الضغط ليش أمس ليش أحين ليش مبختي رغم أنها مرة في نفس الظروف البيئية لأن الوصل أنه ينكسر أحين معنات أن نمط شخصيته لا يستطيع يتحمل أنا دايما أشرح لهم أنه نحن نكون الإنسان بين فكين قرصي الرحاق ضغط هذه الظروف المواقف الأحداث هذا الإنسان ممكن نمط شخصيته ممكن سوء يعني نفهم هذا أنه الأرضية النفسية للشخص ممكن أنها تأثر على الشخص لإما تكون متاحة وغيره ما تأثرش عليه وانا أنا معك دكتورة نجوة من مؤشرات أو أعراض الضغوط النفسية عنا افترابات في النوم عنا غضب سريع وأيضا توجس قلق انفعالات حتى أحيانا غير مبررة كل هذه العوامل أكيد تفتك بالحياة الأسرية وكيف يجب أن نتعامل معها طبعا هو الإنسان الذي يتعرض للتوتر في أشياء لازم يقوم فيها وأفراد باقي الأسرة فيه برضو مهام لازم يقوموا فيها الإنسان الذي يتعرض للتوتر أولا يجب أن يعرف سبب هذا التوتر يعني يجب أن يوقف وقفة صادقة مع نفسه أنه ما سبب هذا التوتر يعني إحنا مرات بنسمع الأم بتقولك أنه أنا متوترة بسبب أن أولادي ما عم بيدرسوا أو ما عم بيدرسهم بس مش عم بتجاوبوا معي ولكن الحقيقة ما بيكون هو هذا السبب الحقيقي لتوترها وللضغط اللي بتعاني منه قد يكون تجاهل زوجها لها هو سبب توترها قد يكون إهماله إلها قد يكون عدم إشباعها في الحاجاتها النفسية والجنسية هو اللي بسبب التوتر لها فأول خطوة لجب أن نقوم فيها أن نعرف سبب هذا التوتر ونعالجه يجب أن نبتعد عن فكرة السوبر هيومن اللي هو لازم يقوم بكل شيء في وقت واحد بنفس الإتقان هاي الفكرة شوي نخففها يعني نحدد أولوياتي وننظم وقتي أما أني أنا لازم أكون ست بيت رائعة موظفة رائعة أم جيدة زوجة مثالية طباخة ماهرة نعم عندي علاقات اجتماعية كل الأمور هاي في آن واحد شوية صعب يعني هذا مش رح أنجح فيه ولما أحاول أنجح فيه رح يسبب لي توتر وضغط نفسي الشيء طبعا نأتيب لباقي أفراد الأسرة الآن نعم سوى زوج أو أولاد لما يشعروا أو أي فرد فيهم يعني أي شريك في العلاقة زوجي إلا ما يشعر أنه شريكه عم بيعاني من التوتر الدور اللي اللي يجب يقوم فيه بيساعده بيسأله عن ما هي شو بقدر أعمل لك شو بقدر أساعدك برضو ما يقدم المساعدة بناء على مزاجه هو يعني مثلا بيرجع الزوج للبيت بيلاقي زوجته متوترة زعلانة عصبية فهو بناء على مزاجه هو بيروح بيأخذ الأولاد بيطلع برى البيت اعتبارا أنه هو خدمها هيك أخلالها البيت يعني عطاها وقت أنا قسك لازم يكون فيه أخذ عطا نعم هي بتفسر أحيانا أنه شفته لما أنا عصبت أخذ الأولاد وطلع وتجاهلني هي مش هذه هي الخدمة وبهذه الطريقة يمكن يكبر المشكلة لكن لو قصدك زوج وزوجته بهدف يعني الاستشارة وتبين أنهم هما الاثنين يعني ومن ضغوط في العمل الحل كيف يكون هل إعطاءهم إجازة ولا توعيتهم ولا كيف يتم تعملهم أول شيء الحوار لابد أن يكون هناك حوار صريح بينهم حوار واضح ومحدد زي ما قلت في البداية أنه كل واحد فيهم يقول للتاني شو احتياجاتي ويقول له أحيانا شو النقص اللي عم بيعاني منه مثلا أنا ملاحظة في الفترة الأخيرة أنك عم تتجهلني أو أنا ملاحظ في الفترة الأخيرة أنك أنت متباعدة عني فهذا الحوار بيخفف من التوتر والإجازات عفوا الإجازات مهمة جدا الإجازات مهمة حتى للشخص اللي يعاني من التوتر ممكن الإجازات هذه تعوض بأنه مثلا لابد أن يكون له هواية ينفس فيها ينفس فيها ودي أخذ أيضا من دكتورة أمل وجهة النظر لما قدم الاستشارة حق الأزواج اللي طايحين في هالمشكلة بالذات أنا بالنسبة لي أنا بالذات المرأة لأنه هنا ما أخذ الزوج عنده دور واحد دور الزوج المرأة هنا قايمة بأكثر من دور فعشان أقدر أنفس عن هذا الضغط لابد من تحديد نمط شخصيته شو سماتت الشخصية عشان أقدر هذه الشخصية إذا فصامية إذا هستيرية إذا اكتئابية إذا مغتربة شو المسار اللي بناء عليه أنا حتى أقدر الزوج إذا هو مساند إذا هو يقدر يخفف في تمثيلها للأدوار لابد هنا من تطبيق على الأقل قياس لشخصيته عشان خط العلاج إذا بس هو حوار قبل قياس ما بيكون فيه منهجية العلمية لابد من معرفة نمط الشخصية وسماته عشان الزوج نعطيه خطة علاجية يقدر يساند فيه لجوء للأدوية أنا أعتقد أن هذا إذا كان نمط الشخصي فصامي أو اكتئابي وطالع من دورنا نحك كمستشارين نفسيين لابد من التحويل إلى طبيب أمراض نفسية عصبية أما إذا ما وصل إلى أنه يوصل إلى المرض الصريح في الاكتئاب أو المرض الصريح في السلوك الفصامي فهو شغلنا نحن نحن نشتغل عليهم يعني ما فيه داعي للجوء إلى العقاق هي عملية تنفيذ لأنه عفوا التوتر له مظاهر هو يبدأ بداية بالتعب أنه الإنسان يشعر بالتعب يعني من أول ما يقوم من الصبح هو تعبان تعبان من النوم تعبان من الأولاد تعبان من العمل تعبان من كل شيء والتعبان عادة بصاحب هذا الإحساس يبدأ بأنه كثير الانتقاد بينتقد كل شيء بينتقد من الجو إلى كل شيء المرحلة المظهر الآخر يبدأ بالألم بأنه يبدأ يشتكي من صداع من ألام في الرقبة ألام في الظاهر ألام في القولون هذه الفترة برضو بتصاحبها بأنه بيصبح شديد الحساسية يعني بس تسأليها مثلا مالك تبدأ بالبكاء تأتي بعد هيك إذا أحملت نأتي لمرحلة اللي بعدها اللي هي الاحتراق فهنا الشخص بيصير أنه غير متفاعل وغير متجاوب وغير مراعي للآخرين يعني ما إلو دعوة بالآخرين آخر فترة والتي فعلا قد يحتاج فيها للعلاج تأتي لمرحلة الانهيار العصبي فهنا الشخص بيصبح غير متواجد وغير متفاعل وغير حاسس بشو ما يدور حوالي والنتيجة يظهر لي وقت الانهيار العصبي التأثير يكون على الأسرة وبالتحديد الأولاد الأولاد دكتورة هوني يظهر لي أول من ينعكس عليهم هذا الافتراب ودرجات هذا الانعكاس فيما تتمثل هناك جملة بتقول بأن الشخص المتوتر في النهار أصعب شيء يكون في الليل لأنه بيأثر على كل الأسرة خلال النهار قد يكون هو الوحيد المتأثر أو المتضرر ولكن في آخر اليوم كل الأسرة متضررة لأنه بيصبح بيعطي أوامر بطريقة انفعالية هو أقرب للعدواني بيتحدث بطريقة عدائية ويعطي موجات سلبية دكتورة أمل لما نقول أنه فيه اضطراب هنا أسري بين الزوج وزوجة تحديدا كيف ممكن يظهر يظهر حتى يأثر على علاقة الحميمة تشحنها أكثر هو كغريزة جنس سوف يمارس الجنس حتى أثناء التوتر حتى أثناء التوتر سوف يفرق الجنس لكن لأن الجنس يستمر من ثلاث دقائق لكن الجنس ألا يخفف من التوتر لا هي عملية تفريغ لكن ما قبل الجنس قد يمارس عنف لفظي قد يمارس عنف جسدي ما بعد الجنس قد يمارس عنف لفظي أو جسدي هذا الثقلان هذا ماذا سوف يؤدي إلى توترات التوترات سوف تتصاعد مع الأيام في الغالب أما هجر قد تستمر الحياة لكن حياة متعبة أو في أرحم الحلول ممكن تكون هو الطلاق لكن لماذا نلجأ إلى مثل ما قالت دكتورة نلجأ أطلبوا المساعدة لأن المساعدة تؤدي إلى تخفيف الضغوط لأن إذا عرفنا شو الحالة وشو على المصطرة وين درجتها لابد من عملية تراجع بتخفيف هذه الضغوط قبل تستفحل قبل ما تستفحل نحن كل هي عملية توازن إذا كان احتباس نخفف الاحتباس أو نقلل من مستوى إذا وصل من ضغط داخلي إلى خارجي نخفف الخارجي أيضا والحواري وأنجع وسيلة ونحب نرجع لمسألة الأطفال دكتورة قلنا ينعكس عليهم الضغط النفسي في البيت وقلت أنت يوصل إلى أنه تصل لهم موجات سلبية لكن أيضا هل يتأثروا لدرجة أنه يصير عندهم انحراف في السلوك أو سوء تربية طبعا لأنه ممكن ينقطع قنوات الحوار تنقطع بين الطرفين لأنه أنا كل ما بتحاور معك أنت عم تكوني عصبية حتى طلباتك البسيطة عم تعطيني إياها بلهجة أمر وبالتالي أنا قد أصبأ يعني بيصير الأبناء في حالة إنعزال بدنا نبتعد عن الأم والأب اللي هم متوترين جدا أو بيعانوا من اضطراب نعم فأنا بدي أبتعد عنهم هذا الابتعاد ما بنعرف ولوين ممكن يقديني ممكن طبعا أني بدي أبحث عن البديل البديل قد يكون زمرة الأصدقاء وزمرة الأصدقاء السوء أو بدي أبحث عن مجال أنا كمان أنفس لأنه أنت الأب والأم عم بتتعصبي علي عم بتتوتري علي طبعا أنت عم تمثليلي سلطة أنا ما بقدر أرد على عصبيتك بعصبية فوين بدي أنفس هذه العصبية على الآخرين فأصبح عدواني في المدرسة نلاقي إحنا الأطفال في كثير عدوانيين حتى لو هم في الروضة قد فعلا ألجأ لأصدقاء يعلموني سلوكيات انحرافية سيئة بدي أثبت بدي أبحث عن شيء يعودني عن الحنان اللي عم بفتقده من عندك من أم أو أب هنا أيضا لابد أن أتسأل بأنك جاية نزل الخليج يشع أو فيه اعتقاد بأن المجتمعات الأكثر رفاهية ماديا تكون بالاضطرابات أقل لديهم ما رأيك خلنا نقول أن المجتمعات الخليجية تحمل تعددية ثقافات اللي هم الجنسية الأصلية ونضرب مجتمع الإمارات خلينا نتكلم عن الأصليين مثلا مجتمع الإمارات الإماراتيين ولن أتكلم لماذا إماراتي أو سعودي مرفح عندما صاري كثير أو فلسك كثير وما يشتغل عنده ضغط عمل كثير لا 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 في طبقية حين استوات كانت اجتماعي السعودي أو كويتي أو الغني الطبقة المتوسطة وهي طبقة ممتدة واسعة تحاول أن تمثل الرفاهة الاجتماعي بمتسعة قد تقترض قد تعمل عمل إضافي قد تضغط مفسها ضغط زيادة عن اللزوم لكي تمثل دور الأغنياء تمثل دور الرفاهة الاجتماعي أنت ما فهمتين أنا أبغى أعرف الإنسان المرفه الشريحة المرفهة لو سمحت هناك خطأ نحن دائما نضرب الدخل الاجتماعي على المدخل هذا هذا يخلق عند الإمارات وحتى المقيم لأنه يريد وازن نفسه مع هذا فيضغط على عيالي عشان يدخل يعني نفهم من هذا دكتورة أنه حتى لو كنا في رفاهية لمعزل من الضغوط إذا كنا لم نعرف كيف نتصرف على زوجات والزوجات يضغطون على الأزواج وهذا يضغط على الأزواج كما قلت هو الأساس شكر كبير لك دكتورة أمل بالهول وأيضا دكتورة نجوة عارف على حضوركم معنا وحلوة النصيح لقدمتها للمشاهد وبعد الفاصل مشاهدين في سياستهن سنتكلم عن محاربة الأمية عند المرأة المصرية نعم النساء الأميات في مصر يفوق عددهن العشرة ملايين أي ثلثي عدد الأميين في البلاد ما يعيق تمكين المرأة وتطورها في مجتمعها فاصل ونعود ابقوا بالهول رغم التضارب في الأراء يقال بأن يقدر عدد الأميات في مصر بـ 11 مليون أمرأة أي ضعف عدد الرجال الأميين وذلك بعد مرور 35 عام على تبني مصر سياسة مكافحة الأمية نعم هذه النسبة المرتفعة التي تتركز في الأرياف مشاهدين تعيق بشكل مباشر جهود تمكين المرأة في مجتمعها إذ يعتبر التعليم وسيلة لإكسابها بطبيعة الحال المعارف والمهارات اللازمة لمشاركة فعالة في عملية التنمية نتابع هذا التقرير الأمية في مصر إحدى المعويقات الأساسية التي تحد من تمتع المرأة بحقوقها على جميع المستويات فتبلغ نسبة المصريات اللواتي لا يجدن القراءة والكتابة 11.5 مليون وهو ما يعادل سلثي إجمالي عدد الأميين في مصر بحسب الهيئة العامة لمحو الأمية مصر التي كانت قد تبنت سياسة مكافحة الأمية في العام 1976 صنفت في تقرير التنمية البشرية عام 2005 ضمن أكبر تسع دول من حيث نسبة الأمية في العالم ورهان الأكبر يقع على عاتق الجمعيات الأهلية التي تسعى إلى إيجاد الحوافز الإيجابية والتسجيع على محو أمية النساء أهلا وسهلا بكم ضيفاتنا الكرام وأهلا وسهلا بمدام عز سليمان المحامية والناشطة الحقوقية ومدير عام مؤسسة قضايا المرأة المصرية وإن شاء الله العربية لما لا وأهلا وسهلا أيضا بالسيدة سهام نجم الأمينة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار مرحبا بكم أهلا وسهلا نبدأ معك سيدة سهام وكما سمعنا 35 عام مروا على تبني مصر سياسة مكافحة الأمية هل أنت راضية اليوم عما تحقق وهل أنت راضية عن الرقم اللي سمعته الحقيقة هي مصر قضية الأمية قضية طويلة المدى مش من 35 سنة فقط احنا قربنا تقريبا على قرن في كل حقبة يتقال أن من ضمن الأولويات القضايا التنموية هي قضية محو الأمية ولكن للأسف الشديد ما زالت القضية موجودة ومفتوح ملفها ولا يغلق نتيجة الأسباب كتير جدا منها أسباب ترجع السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة اللي هي ممكن تساعد على أنه ما يبقاش فيه مهمشين لأن قطاع الأمية ده قطاع أقصى أنواع الاستبعاد والتهميش داخل مجتمعاتنا وداخل هذه البوطقة اللي ممكن يبقان مهمشين فيها رجال ونساء الأقصى تهميشا هم النساء طبعا نتيجة فشل هذه السياسات أو عدم قدرتها أنها تلائم برامج مرنة ومتطورة أنها تقدر تكافح الأمية بشكل كافي أنها تكون مستجيبة لاحتياجات النساء في قطاع الأمي النساء ورجال وخاصة النساء ده بيؤدي في النهاية أن عدد الأميين بيحصل في تزايد النسبة المطلقة للأميين بيها تزايدهم هو النسبة اللي احنا ذكرناها أكثر لأن فيه تضارب في الأقصى الإحصاء بتاع سنة 2010 الإحصاء الرسمي وليس الإحصاء المتوقع من المنظمات المعنية 11 مليون 17 مليون إنسان أمي في مصر بالإضافة ل 5 مليون لا يملكون مهارات القراءة والكتابة 12 مليون إنسان أمي في مصر لكن النساء 65% منهم يعني حوالي 16 مليون من النساء نساء وفتيات طيب أستاذ عزة يعني القضية هي قضية جندر نقدر نقول طالما أنه عدد النساء أكثر عندهم الأمية طبعا عايزة أقولك أنا دايما بقول وخاصة دلوقتي يعني قبل ثورة 25 كانت الحكومة المصرية مطلقة المواطنين المصريين وبالتالي ما كانتش حتى هذه القضية بشكل جدي لأن إذا حتى تكلمنا على مستوى القوانين القوانين موجودة وبتحمي وطلعوا قانون سنة 91 خاصة محو الأمية وتعليم الكبار إذن القضية أجندر القضية هل السياسات والقوانين كانت بتتلائم نمطية أدوار النساء ولا لأ لا ما كانتش لا تلائم لأن الموضوع ثقافة واجتماع وبالتالي كنا محتاجين أدوات مختلفة تماما لمواجهة هذه القضية عن هذه الأدوات نحن نتكلم معك سيدة سيهام بما أنه اليوم نشوفه أنه فما إلى اليوم يعني فصول مخصصة لمساعدة المرأة على محو الأمية لكن يبدو أنها لا تنفع فهل نحن بحاجة لمحفزات أخرى وفيما تتمثل أنا أعتقد التحدي الأكبر أنه هناك سياسة وبرامج بتبقى موحدة بغض النظر عن مدى ملأمتها للاحتياجات وفق الاحتياجات الجغرافية أو وفق الاحتياجات الفئات المستهدفة من المرأة المرأة البدوية مختلفة تماما في اهتمامتها عن المرأة الرفية مختلفة عن المرأة الموجودة في مناطق السواحل مختلفة عن مناطق الحضرية كل اللي هو احتياجاته وإذا كان التعليم وأنا متخصصة شوية في مجال التعليم بشكل عام إذا كان التعليم مش قادر يعمل استجابة لابناء قدرات الإنسان بشكل عام مع المستوى الذاتي ومستوى تلحمه مع المجتمع بتاعه. أعتقد حيبقى التعليم فاقد مصدقيته. قيمة التعليم أنه بيحدث حراك اجتماعي وثقافي واقتصادي وسياسي للإنسان. فيتحول من وضعية أنه في قطاع المهمش ينتقل لقطاع الفاعل داخل المجتمع. وده فالسفة التعليم. التعليم إذا كان مش هيستجيب لده. فيبقى فاقد قيمته. القضية الأمية. نتيجة جزء على المستوى المنطقة العربية. مش مصر بس. المتخصصين غير متخصصين. التي تشتغل على القضية الأمية غير متخصصين في هذه القضية. بيتم النظر لقضية الأمية باعتبارها قضية تربوية. وهي مش حقيقي. قضية الأمية هي قضية تنموية بالدرجة الأولى. قضية تشاركية بالدرجة التانية. لما أجي أشتغل على البرامج. أضع سياسات تربوية. اجتماعية. تقدم خدمات حزمة من خدمات الاجتماعية لهؤلاء النساء. خدمات رعائية. لأن غالبا من يقع في أسفل السلم في هرم هذا المجتمع هم الأميين. جواهم التهميش أكثر للأميات. تهميش مزدوج. المرأة الأمية بتعاني من ثلاث أنواع مرات تهميش. أيضا في صفوف الفقراء. وتشير الدراسات سيدة عيزة أعزة. أنه في المناطق النائية في الأرياف. في الطبقات الفقيرة. التي تتغلغل فيها العقلية الذكورية. تنتشر الأمية في صفوف النساء بشكل أكبر. هل هنا المطلوب مننا أن نلمس ونلتفت لهذه العقلية. نحاول أن نغيرها هذه العقلية الذكورية. بس أنا عايزة أقولك برضو. استكمالا لكلام سهام. أن الفقراء هنا هيظل يورسوا فقرهم. وبالتالي كل ما نتكلم على النساء أكثر فقرا. فهما هيورسوا لأجيال كمان. ما عندهمش تعليم. ما عندهمش مهارات. فمش هيعملوا هذا الحركة علشان يغيروا بالمستوهم الاجتماعي. عايزة أقول كمان أن استبعاد النساء وعدم تعليمهم ومهاراتهم. بيأجي في دراسة خارجة من المركز الأهرام الاستراتيجي. بيقول أن مصر بتفقد 11 مليار وشوية سنوية نتيجة لتصرب ومحو الأمية اللي بتعاني منها الإنس. مش بس كده. مصر كمان ما بقتش في مرتبة. بقت تتراجع في مرتبة ضخ النساء في سوق العمل. وبدل ما كانت في المرتبة تسعة بقت في المرتبة رقم 3. علشان نعمل دوت. محتاجين طبعا. وأنا بقول أني عشان نغير هذه النظرة هناك ثلاث مؤسسات مهمة جدا هي اللي بتعمل هذه التنظيم. المؤسسة التعليمية. وزي ما قالت سامشة قرر. والمؤسسة الدينية. مسيحية أو إسلامية. والمؤسسة الإعلامية. هم دولة التلات مؤسسات هي اللي بتعمل هذه التوعية. وبتأجي على النظرة الدينية للنساء. وكمان النظرة الزكورية. لكن هناك حاجة بدأت تتضح من عمالنا للأسف الشديد. بأننا من أربع سنوات بنعاني من عدم أمان في الشارع المصري. والتحرش الجنسي. بدأت أرصد أن نسبة الزواج المبكر بدأ يرجع بشكل قوي. والموضوع هنا الأهالي ما بقوا يتكلموا على فقر. بقوا يتكلموا على عدم أمان. وأن البنت طالما وصلت لإعدادي. فبدأوا يخافوا عليها. وزواج المبكر ممكن يؤثر على استكمالها لدراستها. هذا قصدك. لا. وهو السبب الأساسي. لأن تبقى إعدادية. نخاف نوديها المدرسة. تتعرض لتحرج. هنا الأثر الأمني. وده الأسف. وده الأسف اللي بدأ يبقى فيه أسباب إضافة إلى الفقر. ما بقاش الفقر الوحد. وزي ما كنا نتكلم في دراستنا وأدبياتنا على هذا. ولكن عدم الإحساس بالأمان في الشارع المصري. بقى يخلي المناطق. زي ما قلت حضرتك. المناطق النائية والبعيدة. لا طبعا نخلي بناتنا أمنية. إلى أين وصلتم أستاذ السهام في الآن السياسات والبرامج التنموية. بخصوص محول الأمية. إحنا بعتبرنا الشبكة العربية المحول الأمية تعليمي كبار. شبكة منظمات غير حكومية. وليست شبكة من منظمات الحكومية. ولكن إحنا ممكن بنعمل تواصل مع القطاع الحكومي في الدول العربية حوالي تقييم هذه البرامج والسياسات الخاصة بقضية الأمية تعليمي كبار. لكن أنا عايز أقول قد يكون البعض حقق بعض الإنجازات المتعلقة على مستوى أي دولة من الدول العربية. بعض الإنجازات المتعلقة بالقضاء الأمبية. ولكن إحنا لازم نقارن نفسنا كبان بالمؤشرات العالمية. مؤشرات العالمية بتقول إيه؟ هدف من الأهداف التعليم للجميع. وده هدف وقع عليه كل زعماء العالم. وملتزمين به. ويتم تقييمه في 2015 مع الأهداف الإنمائية للألفية. والتنين في حالة تنسيق معهم مع بعض. يعني مكافحة الفقر. وتعميم التعليم الابتدائي. وإيش بريده طبعا؟ بيشتغل مع فكرة مبادرة التعليم للجميع. فيه الهدف الرابع منه. يجب أن الدول أن تقوم بتقفية 50% من إجمال الأمية عندها. من سنة 2000 لحد 2015. في المنطقة العربية سوف تحقق أربعة إجماليا. 34% فقط من إجمال المستهدف في 2015. بحلول 2015. مع أن الجهود المبزولة والسياسات الموجودة محتاجة كثير جدا من المراجعة. وكثير أيضا من المراجعة والتقييم. ولابد أن تكون متلزمة مع فكرة جودة التعليم الابتدائي. حتى تنى التصارب من التعليم. بما أنك عرشت على مسألة إجبارية التعليم. نحب نرجع معك سيدة عزة بأنك حقوقية. هل هناك قوانين تردع الأهل إذا ما بعثوا الولد للمدرسة وتركوا البنت في البيت؟ أو على الأقل مراقبة من قبل المنظمات؟ على الأقل. نحن أحسن دولة نعمل قوانين. عندنا إسهال قوانين ما أقولك إيش. لكن لا نحترم القوانين. يعني دولة القانون غير محترمة. يعني هناك قانون. هناك قانون طبعا. لكن هناك إشكاليتين. الإشكالية الأولى عدم احترم القانون. يعني الناس لا تحترم دولة القانون في مصر. قبل خمسة وعشرين. قبل الصورة. النقطة الثانية العقوبة يعني عشر جنيهات. يعني ملهاش أي إيمة خالص يعني. لكن إحنا محتاجين. نفس الوضع القانون ما هو شايفها مشكلة كبيرة. وعندنا اتفاقيات دولية. يعني إسام تكلمت على اتفاقي. وفي اتفاقيات السداو في المادة عشرة. وأغلب الدول ما فيش حد متحفز على هذه المادة. اللي بتتكلم على المساواة. وبتتكلم على الجودة. وبتتكلم على نواية التعليم. لأن في مشكلة كمان نمطية التعليم. يعني أنا شخصيا عانيت. لما كنت عايزة بقى محامية. فيقول لي لأ تربية وكسم إنجليزي. وهتبقي مدرسة. وده يلقمك وإذا تجوز. حتى نوعية التعليم لازم كمان نبقى عنين عليها. إحنا بنزوق فين كمان. في نوعية التعليم. طالما أتيت على ذكر الثورة المصرية. هل بالفعل تعتقدين بأن الأيام المقبلة ستحمل ما هو أفضل في قضيتنا للمرأة؟. لا لا. هذا أفضل ليس لمصر. أفضل للعالم كله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هل توجد مرحلة عمرية معينة للمرأة لكي يتمحوا أميتها؟. الحقيقة ما يتعرف عليه في وطننا العربي عن قضية الأمية. هو تعريف خاطئ ومغالط. يعني محو الأمية؟. يعني هو مرحلة من مراحل. سلسلة من مراحل. في إطار تعليم الكبار. وتعليم الكبار هنا يتخطئ. الكبار عندنا معروف أنه الكبار السن. لا. فأصبح في الأدبيات التعليمية والطربوية الجديدة. الأمي هو الذين دخلين تحت ثلاث مراحل معينة. لم يحصل على برامج تعليمية كافية. وده بيقيموها ما حصلوه على أربع سنوات كاملة من التعليم. والبرنامج الثاني هو برنامج الفقر التعليم المطجع أو الشديد. وده ما حصلوه إلا على سنتين دراسيتين تعليمية. البرنامج الثالثة أو المرحلة الثالثة بيسموهم الحد الأدنى. بيسموهم العشرين في المية الحد الأدنى من أي مجتمع. ودول اللي ما حصلوه على أي سنة تعليمية. لا يفعل أكتب مثلا؟. كل دول لا. كل دول ليس يقرؤوا يكتبهم. هي الفكرة في فكرة مهارة. إذا أربع سنوات دراسية؟. لا يعرف يكتب ويقرأ. بشكل كفر. علشان كده نقول. هو تعريف الأمي. التخلص من الأمية. هي إتقان مهارة الكتابة والقراءة والعمليات الحسابية البسيطة. هذا التعريف بتاع منظمة اليونسكو. التلاتة دول. تلاتة مراحل دول الأميين. سواء بها كانوا كبار أو صغار. أشكرك جزيل الشكر على هذا الإضاحة. وعلى كل المعلومات التي تفضلت فيها. ضيفتي سيهام نجم وأعزي سليمان. نتمنى كل التوفيق في مصر بإذن الله. شكرا لك. مشاهدين فاصل بعده فقرة إضاءات. وضيفتنا سيدة سعودية هي مي الخنيزي. هي أم لخمزة أولاد. ومديرة لإحدى أبرز المستشفيات في المملكة. ابقوا معنا. عدنا لكم مشاهدينا. وصلنا إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج. وهي فقرة إضاءات. بعد ثلاثة أعوام من الزواج. تركت مي الخنيزي. زوجه متفاهما وداعما في السعودية. ثم ذهبت إلى بوستن الأمريكية بصحبة ابنتها. لتدرس الطب والتتخصص. واليوم هي طبيبة ومديرة ناجحة. لمستشفى السعود التخصصي في المنطقة الشرقية. وأيضا أم لخمسة أطفال. تقرير مشاهدينا ونتابع. ست سنوات قضتها مي الخنيزي في جامعة هارفورد في بوستن. بعيدة عن زوجها وابنتها. لتتخصص في طب الأطفال. كأمرأة سعودية متعودة هنا. أنه زوجي يقوم بجميع المهام بالنسبة لي. مدللة. لكن عندما ذهبت إلى أمريكا. وجهت بالواقع أنه يجب أن أقوم بجميع الأعمال. المنزلية وأيضا غير المنزلية. من أجل المنزل. بالإضافة إلى الدراسة والتخصص. بين الطب وإدارة مستشفى سعد تخصصي في جدة ودروس الأكاديمية. وجدت مي الأم الأربعينية وقتها الكافي لأولادها الخمسة. ودون أي تقصير. أنا لا أعطي أبنائي الإحساس أنه لهم أوقات محددة أو جدول محدد. لابد أن أعطيهم المرونة. ولكن في نفس الوقت من ناحيتي جدولي أضعهم في هذا الجدول. أضعهم في هذا الجدول حتى لا أنسى أنه لدي مسؤوليات في المنزل. مي الخنيزي متفوقة في عملها وفي أمومتها. تعطي النموذج الصريحة للمرأة التي إذا ما نوت التفوق حققت مبتغها. انتقلت إلى مستشفى سعد التخصصي كنائبة للمدير الطبي. ثم كمديرة تنفيذية لمستشفى سعد التخصصي. وبدأت بعد مع انتقالي إلى مستشفى سعد التخصصي في إنشاء كلية سعد الأهلية للتمريض. أهلا وسهلا بك دكتورة مي الخنيزي في هذا اللقاء. وخلينا نبدأ كما سمعنا قبل أن نبدأ الحوار معك بسؤال. كيف تقبل المجتمع السعودي أن تترك امرأة متزوجة زوجها وتذهب للبحث عن العلم أو للتحصيل العلمي؟ أولا أهلا وسهلا بك. وشكرا على الاستضافة. صراحة أنا لما تركت زوجي كان تقريبا قبل 16 سنة. وهذه الأيام الوضع كان مختلف عن هذه الأيام. الأمور بدأت تتحسن وتتغير. قبل 16 سنة كان صراحة صعب. زوجي كان متفهم جدا. لكن كمجتمع محيط فيك. صعب. لابد أن تكون في ضغوط خارجية. لماذا تترك زوجها وتترك الحياة العائلية. وتروح لتتخصص أو تدرس. قليلا صعبة في مجتمعنا. فما كانت سهلة. لكن أنا أعتقد أن الدعم الكبير من زوجي. الدعم الكبير من الوالد والوالدة. كانت حاجة أساسية فعلا. وحاجة ما أقدر أنساها. وما أعتقد أني أنساها في أي وقت من الأوقات. نعم كان دور للوالدة. أذكر في العناية بالأولاد. ومساعدتك بتربيتهم صح؟ طبعا أكيد. أنا تركت ورحت مع بنتي. وبنتي كان أمرها سنتين. لكن في وقت من الأوقات. عندما كنت هناك. الوالدة جاءت وساعدتني. يمكن تقريبا لمدة شهر أو شهرين. كانت معي هناك في أمريكا. في وقت من الأوقات. وخلال الست سنوات التي كنت قاعدة فيها هناك. لأكثر من مرة الوالدة جاءت. ودعمتني. سواء معنويا نفسيا. وأيضا في تربية الأطفال. نلاحظ ماي من خلال اختياراتك. إنها كلها مرتبطة باللحظة صفر للإنسان. أنت اخترت طب حديثي الولادة. وأيضا اخترت بعدها أن تكمل تخصك في علم الجينات. لماذا بالتحديد هذا الاختيار؟ صراحة. أنا أولا أول ما خلصت طب. وبعدين دخلت. بغيت أني أتخصص. أقول إيش التخصص اللي ممكن يناسبني. أنا بصراحة شفت أن علم حديثي الولادة. ليس مجرد علم. ليس مجرد طب. هناك أشياء كثيرة تتعلميها. وفعلا لحد حين هناك أشياء كثيرة أتعلمها. أشياء كثيرة متعلقة بتكوين الإنسان. بقدرة الخالق. بالحياة كحياة. منظور النهائي ليس فقط منظور طبي. يمكن أن تقولي أنه منظور عقلاني. منظور فلسفي. منظور ديني. منظور اجتماعي. منظور كثيرة أشوفها في هذا المجال. وهذا اللي خلاني أدخل هذا المجال. بعدين لما تخصصت في علم حديثي الولادة. علم حديثي الولادة مرتبط جدا بالجينات. كثير من أمراض والتشوهات الخلقية والجينية. تبدأ. وأساسا تبدأ عند الولادة. وقبل الولادة. قبل الولادة. وهذا دعاني أني أتخصص في مجال الجينات. فهم فعلا المين مرتبطين ببعض. ومرتبطين أيضا بمنظور خاص. أنا أعتقد أنه جميل شيء. جدا. مي الخنيزي منذ أيام الدراسة أو المقاعد الدراسية. وأنت دائما تفوق جوائز على مستوى المدرسة. على مستوى المنطقة. صح؟ وبالتالي وصلت إلى أن أصبحت الآن مديرة مستشفى. الإدارة كيف؟ كأمرأة؟ كسيدة؟ الإدارة ما هي سهلة. وفي السعودية؟ وفي السعودية. الإدارة ما هي سهلة. أنا بدأت في المجال الإداري فعلا تقريبا قبل ثمان سنوات. في البداية كنت على قسم. كنت مسؤولة عن القسم. بدأت بالقسم. وكان فيه طبعا تحديات. بعدما تخطيت هذه المرحلة دخلت إدارة أكثر من قسم. وبعدين دخلت أن صرت مديرة تنفيذية للمستشفى ككل. مسؤولة عن أكثر من خمسة آلاف موظف. بالإضافة إلى أني مسؤولة عن علاقة المستشفى بالجهات الحكومية. وغير الحكومية الخارجية. وعلاقة المستشفى بجهات الاجتماعية والخيرية. الإدارة ما هي سهلة. وبالذات بالنسبة إلى سيدة. وبالذات عندما تتكلموا أنت أول مدير تنفيذي لمستشفى في المنطقة. فهذه ما هي سهلة. وجدت فيها صعوبات على جميع الموظفين. مثل ماذا؟ شفت فيها صعوبات من منظور الاجتماعي. هذا المنظور الاجتماعي سواء كان من قبل الزملاء. من قبل الموظفين. من قبل الزكور طبعا. حتى المرضى. من قبل جميع المستويات. تلاقي فيها تحديات. وهذه التحديات لابد أن تتوقعيها. هذا ما تحصل. أنا أعتقد أن حاجة مهمة. حاجة مهمة أن تضع المحيط. كيف يأثر على هذا المحيط؟ أحنا بكثرة. أنك تحكي عن التأثير. قبل الفقرة هذه. كانت معنا فقرا عن الصحة. صحة المرأة. كنا نحكي عن الضغط النفسي الذي تعيش المرأة في العمل. أحكي لنا قليلا عن هذا الضغط. وأنت حضرتك تعيش ثلاث مجالات. طبيبة أكاديمية وإدارية. وسيدة وأم سيدة منزل ناجحة جدا. شوفي هذه الضغوط النفسية. أنا أنظر لها بمنظور مختلف شوي. أنا أقول أن الضغوط النفسية. لابد أنك توظفيها بطريقة معينة. بحيث أنها تنتقل من الضغوط نفسية إلى عوامل مساعدة على النجاح. شيء إيجابي يعني. شيء إيجابي. يمكن أنت تنظري وتقولك. صعب. أنا قاعدة أتكلم عن إيش. هل ما أقول الضغوط النفسية. أنت تحوليها إلى عوامل إيجابية؟ أنا من وجهة نظري. أنه لابد أنك تأخذي الظروف النفسية هذه الاجتماعية. الضغوط هذه كلها. تنظري لها وتقولي. أوكي هذه الضغوط. ما أقدر أغيرها. هذه أشياء جاية من برها. ما أقدر أغيرها. لازم أتعامل معها بطريقة أني أحولها إلى عوامل إيجابية. إذا تعاملت معها بهذه الطريقة. الضغوط تتغير. تبدأ تصير محفزات. تبدأ تصير مساعدات. على أنك توصل إلى النجاح. وبعدين. لكي توصل إلى النجاح. هذا الضغوط يجب أن تضعها كعوامل. ما لديك عوامل للنجاح؟ عوامل للنجاح. ممكن أن تكون مهارات. معلومات. ممكن أن تكون محيط. أنت تضع المحيط وتقولي. والله أن أعمل من خلال هذا المحيط. ممكن أن تكون أيضا تنظيم وتخطيط. وممكن أيضا تكون أولويات. تقولي أني عندي أولويات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عندما تضع العوامل هذه. وتبني التخطيط والاستراتيجية. الاستراتيجية هذه. ليس فقط عشان نجاح المستشفى. أو نجاح الأكاديمي. أو نجاح استراتيجيات. عشان نجاحك الشخصي أيضا. رائع جدا. نتمنى لك دكتور ميل خنيزي. كل التوفيق. من نجاح إلى أعلى بإذن الله. وليس أهلك فقط. أو أبنائك هم الفخورين بك. كل السعودية أكيد فخورة بك. نشكر وجودك معنا اليوم. شكرا شكرا. مشاهدينا وصلنا نهاية الحلقة. رسلونا وتواصلوا معنا على اتلحرة.com أو صفحة على الفيسبوك. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر